اشتركوا في القناة ولما نتعود نتأكد ان النوبايل صامت صامت خلي بالك والحاجة في بدايتها بتبقى ايه يعني صعبة شوية وبعدين تتعود تبقى عادي مباراة اليوم من 2007 بطولة لنارس ده اسمها والبطولة دي فاز بيها أناند وماجنس كارلسن طلع المركز التاني لكن البطولة كان فيها مباراة تستحق النشر ما بين فاسيلي ايفانشوك العبقاري الاوكراني واللي مايتسماش هنجيب صورته بس تعرفه لكن لن نذكر اسمه المباراة اشتهرت بجمال اللعب ضد البداء المعزول احنا في اول حلقة من السلسلة اتكلمنا عن افضلية بيدقية 3 على 2 على جناح الوزير النهاردة انا هبدأ معاك في اشهر شكل بيدقي ممكن تقابله في الميدل جيم او وسط الدور الا وهو البيدق المعزول عايزة سميه اسمه بالعربي شبه الانجليزي عايزة سميه المعزولاني اصلا هو بالانجليش اسمه ايسولاني او ايكيو بي او ايزوليتد كوين بون فمشي بالعربي كده المعزولاني البداء المعزول تعال نشوف ايه اللي حصل اولا هناك بعض القواعد ضد البداء المعزول لو انت عايز تدخل نهاية وتكسب بتعمل للخصم اضعافين يروح يلحق اضعاف ما يلحقش يحمي التاني فده اسمه مبدأ الاضعافين فيه منه في وسط الدور تستخدمه وفيه منه في النهايات تستخدمه في وسط الدور البداء المعزول يمثل مصدر قوة لانه اخد مساحة في الوسط وان القطع بتاعتك بتتحرك حواليه اللي هو بيبقى هنا او بيبقى هنا مفيش حواليه بيادك تانية تخيل ان بدأ الديفور دواقف هنا البدائين دول مش موجودين وبالتالي هو معزول يعني اخواته اللي جنبه ما يقدرش يطلعوا يحموه لكنه مسيطر على ده ومسيطر على ده بينما الاسود ما عندوش البيداء ده اصاده عنده يمكن بيداء من هنا مثلا وبدأين هنا لو انت بتلعب ضد البيداء المعزول فانت عايز تسحب الخصم على نهايات عشان يبقى عنده الاضعاف الاول اللي هو البيداء المعزول تعمله اضعاف كمان تعرف تكسبه لو انت بتلعب بالبيداء المعزول يفضل ان تتجنب الدخول في نهايات وتحاول تستخدم الديناميكية يعني ايه؟ يعني تحركات القطع حواليه النشاط اللي ممكن يديه للقطع بتاعتك وتستخدمه اما في هجوم في الوسط اما في هجوم على جناح الملك وفي حالات نادرة هجوم على جناح الوزير جاهز للمباراة احنا هنناقش النهاردة ازاي تلعب ضده ازاي تلعب ضد البداء المعزول ايوه لايك لازيز واشترك في القناة كلام كتير وشرحي كتير قوي نظري بس مهم ما هو انت جاي النهاردة تسمع شرح يعني مش جاي اواريك الماتي الله لا دي اصلا سلسلة الغرض منها الشروحات والفهم وزيادة التعمق في فهم الشطرنج ليك وليه قبل منك بدأ وزير من ايفانشوك نايت اف سيكس سي فور اي سيكس نايت اف ثري دي فايف الشكل ده وصل على الداتا بيز اتنين وستين الف مرة شكل مشهور جدا والان دفاع اسمه راجوزن انت ممكن تلعب جنبيت الوزير المرفوض ببيشب اي سافن وممكن تلعب الراجوزن وممكن تلعب التفريع الفيينة وممكن تلعب السيمي سلاف تم استخدام الراجوزن دلوقتي بيلعبوا ع الراجوزن الكيش اجبار يقفل وبعدين اي ثري يبيت يرجع مكانه مستغلا انه قفل على بداي السي ومعدش فيه ضربة للوسط بالسي ولكنهم بيلعبوا بي سيكس نايت هنا ويلعبوا سي فايف برضو التفريع الاساسي هو بيشب جي فايف انا بتهيقل انسيت اقول لك اعمل لايك واشترك في القناة لكن مهم جدا تعرف ان احنا بنعمل السلاسل التعليمية دي احد الاغراض الاساسية هي اشتراكك ومتابعتك لهذه السلاسل ووصولنا 100 الف متابعة نايت بي دي سابن اكل اكل وزير سي تو ضرب الوسط التفريع الاخر غير ضربة الوسط هي سؤال لهذا الفيل فتعود فاقول لك امشي لو سمحت فتمشي فابدى اضغط على الربطة وده تلعب قبل كده تلعب قبل كده في الداة بيز السغنانة بتاعتنا فوق الخمسين مرة لكن بعد كوين سي تو تم اختيار من الاسود سي فايف والان يمكن ان تدخل في بيدا معزول مباشرة اللي هو ده يا اخوانا هنلعب ضده الان اتش سيكس ياكل تاكل تبيت طويل ياكل تاكل ياكل تاكل وبعدين الحسان يتحرك هذا الشكل وصل على الداة بيز اربع مرات تتعادل ومرة ماكسة بسوي يعني ده مش افضل شكل تعمله لنفسك وانت بتلعب ابيض ليه عشان البيداء الضعيف والبيداء الضعيف شبه البيداء ده ما استفدتش حاجة انت بالابيض فضروري تعمل البيداء ده كده وتعمل ده معزول في اللحظة المناسبة في اللحظة اللي يبقى فيها بيدك معدولة ومش بايزة المهم سؤال لهذا الفيل اكل تاكل بايه اكيد مش هاكل بالبيداء وبعدين يبقى يدفع ويثبتلي الاضعاف او البيداء المتأخر الحاجة اللي هقولها كده لازم برضو اترجمها لك الصحة تاكل بالوزير باستموف على المحرك او الانجين اتش سيكس اكل اكل بالوزير والان اي ثري تبييد بشب اي تو بي سيكس وهنا الابيض يبيت الابيض نفسه انه ياكل ويعمل البيداء المعزول بس الاسود عنده ياكل دلوقتي ياكل وبعدين ياكل بالحصان او البيداء الاكل بالبيداء دي اسمها البيادئ المعلقة او هانجينج بونز في قناة شطرنج مشهورة بتاعت واحد روسي كده اعتقد اعتقد روسي يعني اسمها هانجينج بونز راجل من المكافحين اللي بيعمل برضو فيديوهات شرح طويلة واحدة واحدة مش اللي هو ايه كده بصو لا واحدة واحدة كده عشان كده برضو على فكرة قناته بتتطور ببطيء بس بشوف ان التعليقات عنده برضو مقدر جدا المجهود الذي يقدمه لشطرنج اسمها هانجينج بونز المهم تبييت بشب بي سيفن الرخ جت دلوقتي بفكرة اني عاوز اكل ولو اكلت اكل بالرخ والبيادئ في مكانها الرخ جت والان تم التنفيذ والسؤال هنا اكل بعد ما ياكل اكل كده اكل بايه بالحصان بالبيدأ بالرخ لو كالت بالبيدأ فانت عملت بيادئ معلقة لما نيجي نشرح البيادئ المعلقة لابد ان تعلم انك محتاج تجعل اللي معه البيادئ يدفع واحد منهم دون ان تكون معه المبادرة يعني مدفعش كده ويبقى الفيل ده سفاح مع وزير واقف هنا وعاوز ياكل مقدرش اكل عشان الرابطة فيه بقى يعني يدفع الدفع وكل القطع بتاعت الاسود تبقى معها هجومه على الملك لا عايزين نجعل الاسود يدفع ده او يدفع ده دون ان يأخذ مبادرة هنتكلم بالتفصيل في الكلام ده ان شاء الله قدامي فيا اما نجعله يدفع هذه فناكل ناكل يبقى البيدأ ده اضعاف يا العكس يدفع ذلك فيبقى البيدأ المربع ده ضعيف وبيسموها بلوكد سيكيوريتي يعني كده يعني عملت اعاقة بشكلة امن كل القطع بتاعت الاسود معددش بتلعب عملت اعاقة للبيدأ والفيل بقى سيء والدنيا مش حلوة او تهاجم البيدأ بالبي فور هنا البي فور بستموف افضل نقلة لو اكلت بكسر واكل وعندي ده ضعيف وده ضعيف ابيض احسن قليلا لو فوت نايت دي فور خلاص عملنا البيلوكد سيكيوريتي بتاعتنا وهنبدأ نلعب عالاضعفات دي كده اخبالك نعمل كده وبعدين نلف كده هنتصرف نيجي كده هنتصرف شكل تعادولي بحت ده لو كالت بالبيدأ لو كالت بالحصان فانا برضو هلعب حصانها هنا واعمل اعاقة للبيدأ ما يتدفعش والفيل يتحشر من ورا البيدأ سيء تقولي لا يا عم ده ممكن يحرره من هنا ساعتها ممكن اكل اكل ولعب على العمود المفتوح الابيض مع تفوق اقرب الى واحد نتيجة ان الحصان ده بعيد واحد يقولي مش بعيد ولا حاجة ما بيرجع المباراة دلوقتي بعد الدفع البيدقية هكسب قطعة فما ينفعش فاحسن نقل ياكل اكل ويسيب العمود ولذلك الاسود اختار افضل نقلة على الانزل اني اكل بالرخ وهنا جماع انا جبت المباراة دي عشان النقلة اللي جاية بدون مبالغة انا جبت المباراة دي عشان نقلة الابيض اللي جاية وقف الفيديو اعمل اعجاب عشان انا قلت لايك من شوية اعمل اعجاب واشترك في القناة جبتها ولا لسه غلط طبعا مش هي دي النقلة يا سلام وانا اجيب المطش عشان دي يا سلام لا دي عليها دي وكله هيتكسر في بعضه والبدأ المعزول يعني محمي محمي يعني نهاية نهاية تعدلية جدا لو انت هتاكل هو هياكل لو انت هتاكل هو هياكل وعادي فيش اي نوع من انواع الهجوم الواضح على هذا الشكل حتى لو لعبت بي فور واكل اكل فين اللي رخاخ اللي تضغط على الحاجات دي شكل التعادل يا جداع انت وما لين النقلة اللي تلعبت بص 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 روك سي وان يا ابني انت عندك بيدأ معزول البيدأ المعزول احنا بنضغط على البيدأ من الامام انا مش مهتم بهذا العمود اطلاقا لقد ترك فاسيلي ايفانشوك عمود السي تماما مش مهتم يا عم ازاي ده ده العمود الوحيد المفتوح على الرؤعة عمود وهمي يا راجل بص كده يجوز سلام عليكم طب ما ينزل سبعة وده اللي حصل في الماتش والله في نقلة مهمة جدا تتلعب دلوقتي الهروب بطلب طلب ده يعني تيمبو يعني هربت وكسبان وقت من الخصم رايح بسأله سؤال لابد ان يستجيب لا يمكن ان ينتش البيدأ كده ويسيب قطعة بعد ما تمشي انا حميت البيدأ مبروك عليك العمود الان النقلة الجاية يمكن دي عشان تمشي يمكن دي عشان تمشي خلي بالك ان انا لو عملتي كده وانت كنت يعني مصمم مالك هنا ممكن تزعلك ولا في بيشب هنا تعاكد ان استهبل يعني نعمل مثلا كده وده يعمل كده وانت تعمل كده اه نايت دي فور نايت دي فور اقوى دي بس بيش باي سيكس قوية برضو ماكسب تخيل بعد كينج جي وان الصابر جامين ونايت دي فور جاية محدش بيمنعها اوكي اديك فهمت اللي احنا اقصدن عليه فالرجل شعر بالبرد وامساح بالرخ بتاعته الفيل يعود ما تجيش هنا تاني فالحصان يأتي محاولا خلي بالك برضو الاسود صايع يعني يعني عمل برضو منورة عشان ايه يقدر يدفع البيدأ ان امكن لكن لو سمحت انا ضغط على البيدأ الان الملك يقترب ويقوله تفضل خد البيدأ معجولة سيب البيدأ اجده ويقولك البيدأ ده لو انت خدته دلوقتي افضل نقل على الانجين تاخده عشان برضو اكون صريح اكل اكل لأ وانا بعمل كده دلوقتي افتكرت كاريكاتير معمول بقولك بحب قوي وانا بقولي الحقيقة العب في منخيري عشان ازاول الناس بتوع لغة الجسد انت تضحك علي يا ابني انت تضحك علي ايه يا جدع انت والله هي عجبتني ادحكتني بصراحة يعني لو مدحكتكش عادي مش اي حاجة ممكن اقولها ادحركك عادي يعني بس ماشي هالي ماشي هالي عشان العشم يعني مش حاجة يعني يعني وانا بلعب في منخيري ما تفتكرش ان انا بجدب عليك فقمت العبت في منخيري ممكن اكون بزولك عادي ماشي بس بصراحة انا العبت في منخيري بكوز ات اتشيز يعني هرشتني عادي يعني المهم اتشي ثري نقلة يعني فضيعة المهم انا ما كملتلكش اللي فات اصلا النقلة الاولى على الانجين اني اكل 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 وبعدين كش نرجع نكسر وبعدين انزل سبعة هرجع بدقي لا امنعك يا راجل تاخد مات واحد اتنين تلاتة اه عشان كده اتشي ثري نفس الاول وبالتالي روك دي تو تشتغل ايوه عشان كده اتشي ثري الاول اخد علامة تعجب روك سي فايف حمل بيدا النقلة دي في الكتاب اخد علامةين تعجب بس انا مردتش يحطهم لانها لاني عندهم تعجب اوفر شوية هي نقلة منطقية انا مش عايز اكسر القطع انا لو رحت دلوقتي اه العب روك دي تو عشان اجوز هيكسر ياكل ياكل وانا مشي عادي بس هو قالك انا حتى مش عايز اكسر انا عايز العب النقل كله دون تكسير فلعب دي الاول يقترب الملك الان روك دي تو هات الفيل سلام عليكم وبدأ على فكرة انها لدي جيدة ايضا لكن اولا هابنقلة جمدة اوي هابنقلة جمدة ايفانشوك برضو يجد 2007 يعني برضو كان في عزه برضو على دلوقتي كمان دا عد عليه بتاع 15 سنة ولا حاجة ما هي النقلة العظيمة التي لعبها جديد بالذكر ان دي ممتازة بس هو لعب الحصان ده لا يضغط على البدأ ده اجعله يضغط ازاي كده في كده في كده او كده فلعب نايت اي وان مش صاحبنا ارى الفكرة وقالك دا جاي من هنا ما دي ممنوعة عشان الحصان واقف دلوقتي اجوز احمي اقرب بالملك ضغط والان نايت دي ثري اه بعد اف ثري روك سي ايد اسف نايت دي ثري انا بس يهميني جدا توقف الفيديو وتشوف ما هو تهديد الابيض جماعة انك تبقى فاهم تهديد الخصم دي حاجة مهمة جدا حاجة في منتهى الاهمية تهديد الخصم ان يدفع البيدق ويحبس الرخ مين شافها اللي شافها يقول شافها مية مية جود بلي خلص من البيدق اليعني وبيفتح طريق للرخ تلعب وخلص هو مضطر يعني دي فور دي مش نقلة اللي هي بريليانت واو لا هو يعني رخها تتحبس ما هو قاعد لما هو اخزها يعني مش عزب نتكلم بقى مش عزب نحرق بنزان واخد بالك اه المهم نايت دي ثري دوفي على البيدق بس دا بيدق ببلاش فانا هاكل دا وهنا كان المفروض ياكل بالبيدق بحيث انت احسن حاجة تاكل كده اه بيدق زيادة بس ضعيف لكنه جالك عالطبطاب قالك اتفضل كيش واخد بيدق صحيح بتمبو فيش وقت تاكل انت قاعدين كيش واخد فيلك استخدمها مرتين الحركة دي مرة وهو بيهرب بالفيل هات الحصان ودلوقتي وهو بياخد بيدق كامل هات لو سمحت الفيل فيش وقت تاكل تم نتش البيدق المعزول المعزولاني بنجاح انا مضطر احمي الصف السابع عشان الكيش وانا والله مضطر احمي بيدقي ومعايا بيدق كامل انا معايا فايل اه ماشي اي فور تعال انكسر والله عايز اضغط على الاضعاف الاخر رجع يحمي حما ممنوع تمدي ايدك اديك كيش واخد رخ كاملة معايا بيدق زيادة بقى اتدلع شوي سيبوني بقى انتم ما فيه ايه الله هيدي دي وحش قوي عم انت ايدا انا الا الوحشة دي طب تعال 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 ده بقوا بيدقين بيشب سي سيكس والان دوفي على البيدق امشي حاضر رايح لمربع اجمد يمكن تعال تعال ايدا كمان ايه يا واد انت يا واد اللي انت بتعمله ديه يا واد دالو كيش وامناتش البيدق افل السكة راح يحمي البيدق ده دالو كيش طلع وبعدين قال له هات البيدق التالت قال له هات ايدا ايدا كلا مش انا عب ايدا لا مش انا عب ايدا لا وفيه انت صحب ولا ايه الله شوف وراك ايه تقوم بس واستطاع ايفانشوك ان يفوز بقلمعية بفكرة برا السندوق والله هي مش برا السندوق ولا حاجة هو فاهم الموضوع كويس زي ما انت دلوقتي بقيت فاهمه او اول خطوة فانك تبني معلومات قوية عن ازاي تلعب ضد البيدق المعزول دي كانت اول خطوة الخطوات جاية كتير ومش بس كده هنخلص ونشوف نلعب به ازاي نلعب بالبيدق المعزول ازاي نخلص منهم نشوف الببيدق المعلق نلعب بها ازاي وضدها ازاي سلسلة بقى يعني حفلة بقى ان شاء الله لايك لزيز اشترك في القناة نشوفك على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشترك في القناة